السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه تعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة ومشان نقف في المطبخ كتير ان شاء الله وهتعجبكم وياريت تقولولي في الكومنتات رأيكم ايه ويلا بينا على الفيديو بتاعي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى قليل واصحابيه اجمعين انا عندي هنا زي ما انتم شايفين كده كمية من البصل حوالي كيلو الا ربع وعندي التوابل بتاعتي هنتكلم عليها مع بعض شوية انا عندي فلفل اصمر وعندي حبهان مطهون وورق لورة وكمان مكعب مرق وهحط ربع معلقة من الارفة ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل وهحط كمان بابريكا وتوابل الفراخ لو انتي عندك توابل فراخ ما عندكيش ما فيش مشكلة وهحط كمان ملح مع التوابل الفراخ انا هحط منها نص معلقة صغيرة حطتهم في حلة واحدة كده زي ما انتم شايفين وهقلبهم بنفس الطريقة دي كده انا عايزة البصل بتاعي زي ما هو كده مش هدعك البصل بالتوابل بتاعتي ولا حاجة انا عايزة كده عندي بقى ايه؟ عندي اتنين كيلو من اجنيحة الفراخ وعندي كمان كمية كنت انا خالية فراخ فعندي الحاجات بتاعته هحطها الحاجات بتاعتها هحطها مع الاكلة اللي انا بعملها هنزل بقى بالفراخ اللي عندي كده سواء بقى اوراك او دبابيس او جنيحة زي ما انا عاملة كده وحطيها في البصل كله كده وقلبيها تقلبتين مش بمعلقة ولا حاجة هتقلبيها بالحلة كده تمام؟ ودي اه الاجنيحة بتاعتنا وهي محطوطة على النار رحيتها تحفة جنن بجد هتاخد بقى السواء بتاعها في البصل بس مش هحط لها اي مية ولا هحط لها اي مادة دهنية خلاص استود اخدت كمية الاجنيحة اللي انتوا شايفينها دي من غير بصل من غير حاجة والكمية دي سبتها في الحلة بالبصل اللي عليها ومية البصل زي ما انتوا شايفينها كده وكمان رحيتها تحفة هنزل بقى بكم حباية كده من الطماطم وفلفل رومي وعندي بطاطس مقطعوها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده وهقلب الكلام الحلوي ده كله مع بعضه وهشوف هضيف ايه كمان هضيف 3 معالق من الصلصة الصلصة دي يا جماعة صلصة كنت انا عامليها اللي هي بالتوم تعمليها بقى المكارونة تحطي منها على مكارونة او تعمليها بالمكارونة يعني مكارونة بالصلصة بالتوم بتبقى تحفة حطيتهم بقى على النار وغلي وكم غلوة مع بعض كده وبعدين هنزلهم في البايركس بتاعي زي ما انتوا شايفين كده وهدخلهم مع بعض الفرن الاجنيحة تاخد لون حلوي كده من فوق والبطاطس بتاعتنا تكمل سويها هرش عليهم ايه هرش عليهم معلقة كده من الكزبارة الناشفة او رشة كده من الكزبارة الناشفة بتتخلي ريحتها تحفة وكمان التوابل اللي انا حطاها ريحتها تحفة بجد يعني الزنجبيل والقرفة والتوابل والحبهان حلوة قوي يعني الريحة حلوة جدا شايفين دي بقى بعد ما خرجت كده من الفرن اخدت اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده وشايفين شكلها ببكبك كده وهي طالها من الفرن الريحة تجنن والبطاطس استاوت زي الزبدة ان شاء الله تعجبكو لما تعملوها وقلولي رأيكو في الكومنتات البطاطس استاوت قوي وطبعا الاجنيحة مش بتاخد سوى على النار فاستاوت قوي وما حطيتش فيها لمية ولا حطيت فيها اي مادة دهنية تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية النهاردة الوصفات بتاعتنا وصفتين في حلة واحدة ومختلفين عن بعض في شكلهم وفي التقديم هنا انا عندي كوبايتين من الدقيق حطيت عليهم فلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر وحطيت عليهم حبهان مطحون ومعلاقة صغيرة من البكنج بودر ورشة من الزنجبيل وهحط عليهم ملح وهقلب الكلام ده كده مع بعض وهنزل عليهم بالمية زي ما انتو شايفين كده مية عادية جدا من الحنفية وهقلب كده الدقيق بالمية بالتوابل اللي انا حطيتها وهحط كمان معاهم معلاقة كبيرة من الكوركم لو انت حبه الوصفة بتاعتك تبقى سبيسي انزلي بقى كمان بمعلاقة حلوة كده من الشطة هتبقى تحفة شايفين انا عايزة الخلطة بتاعتي دي تبقى تقيلة مش خفيفة قوي هنا انا عندي مكعب مرأ حطيته في معلقتين مية ودوبته كده مية دافية وانزلت عليه على التدبيلة بتاعتي وهنا حطيت مية كمان وهجيب بقى بطين وهحط البطين على الخليط اللي انا عاملا دا الخليط اللي انا عاملا دا مش عايزة يبقى خفيفة انا عايزة يبقى تقيل نوعا ما مش خفيفة انا هنا عملته حطيت البطين وبعدين حسيت ان الخليط بتاعي بعد ما حطيت فيه الاجنحة حسيت ان الخليط يعني خفيف فحطيت برا الكاميرا يعني حطيت معلقتين من الدقيق علشان يبقى خليط اتقل من كده هو كده يعني خفيف معي ما حبيتش الصمك بتاعه كده انا عايزاه يمسك في الاجميحة بتاعتي علشان هي دي الطبقة اللي هتبقى تمسك الدقيق بعدين تعالوا بقى على منصبها في التدبيلة شوية نعمل الرز المبهر عندي هنا المادة الدهنية بتاعتي انا حطيت زيت وحطيت بصل زي ما انتوا شايفين كده وحطيت معايا ورق لورة وفصين طوم قطع طوم صغير خالص واول ما شم رحة الطوم هننزل بالرز وهننزل بالتوابل بتاعتنا انا حطيت هنا رنفل وحطيت كمان معلقة كبيرة من الكوركم هحط بقى الحبهين مطحون وهحط معلقة من الفلفل الاصمر وحسب بقى الكمية اللي عندك حطي المرأة انا عاملة كيلو رز فحطيت عليه اتنين مرأة لو انت مش حب المرأة خالص ما تحطيش بس هي خلت تعمه حلو وانا بصراحة الولاد بيحبوا الرز كده هنزل بقى بالرز بتاعي خلاص كده البصل اخد اللون اللي انا عايزاه والتوم رحته طلعت والتوابل كمان رحتها طلعت هنزل بقى بالرز انا حطيت ربع معلقة كمان من جسط الطيب وحطيت معلقة صغيرة من الزنجبيل برضو بيخليه حلوة قوي يا جماعة وحطيت عود ارفة مع الرز اه جربوا الرز بالطريقة دي وبالبهارات دي هيعجبكو جدا خلاص هقلب فيه شوية وبعدين هحط المية بتاعته وبعدين هسيبه يستوي على النار لما يشرب المية بتاعته هبتدي ان انا اغطي عليه وسيبه يستوي برحته خلاص بقى نغطي الرز ونسيبه يستوي برحته ونشوف هنعمل ايه تاني هنعمل ايه تاني هنعمل الكوفر الخارجي بتاع الاجنيحة بتاعتنا انا عندي هنا كبايتين دقيق حطيت عليهم كركم وفلفل اصمر وحطيت عليهم كباية الا ربع من النشا وكمان حطيت عليهم نص معلقة من البيكنج بودر ده الكوفر اللي انا هغلف به الاجنيحة بتاعتي لاني انا هقليها شايفين بقى هنا الخليط اللي انا عملته وحطيت عليه بيد ودقيق والكلام ده شايفين يعني ماسك في الاجنيحة بتاعت ازاي وهنا حطيتها في مية وبعدين هرجعها الدقيق تاني هتعملي كده اه لو انت حابة ان هي تبقى يعني مش مش شكلها مش كريزبي لكن انا عايزها شكلها كريزبي فمش هعمل كده انا عملت دول علشان اوريكي الطريقة لو انت حابة ان انت تعمليهم كده انا عملت اتنين بالشكل ده وحطيتهم في المية وعملت الباقي كله زي ما انا هوريكو كده هاخد من الخليط بتاعي على الدقيق على طول وبعدين هنفضها كده وخلاص بس كنت بخلي الجنيح ياخد اكبر كمية من السائل اللي احنا هعملينه مع بعض او الخلطة اللي احنا هعملينها مع بعض شايفين شايفين واخد كمية حلوة ازاي هو ده اللي هيديكي الكريزبي بتاعك وهيخليه شكله طحفة هيديكي الشكل الكريزبي وكمان هتبقى طعم الخليط اصلا طعمه حلوة جدا هنا بقى تعالوا نعمل مع بعض السوس عندي معلقتين من المستردة لأ انا محطيتش سوريا جماعة انا محطيتش مستردة دول معلقتين من الكاتشوب وحطيت عليهم معلقتين من الميونيس زي ما انتوا شايفين كده ودي عندنا البطاطس بتاعتنا جاهزة وخلاص كده السوس بتاعنا كده جاهز تعالوا بقى نقلي مع بعض الاجنيحة هنا انا مش حطة زيت غزير لاني انا الاجنيحة عندي يعني مستوية اصلا فانت لو الاجنيحة عمليها على يعني نية مش مش مسوياها زي في البصل كده لازم يكون الزيت غزير وتهدي النار عليها خلاص شايفين هنا انا حطيت الاجنيحة بتاعتنا في الزيت وهو سخن ووطيت برضو بس مش موطية اوي انا مش عايزة اوطي اوي لاني انا الاجنيحة عندي مستوية وانا يضوبك بديها بس لون مع التدبيلة بتاعتها والكوفر الخارجي بتاعها وطعمها طحفة وحلوة اوي وهتعجبك وفي متناول الايد والاجنيحة شايفين كبيرة ازاي عاملة زي ورك الفرخة ودينا عملنا كين تاكي ومن حلة واحدة طلعنا اكلتين عندك اكلت بكرة وعندك اكلت النهاردة النهاردة طبعا هناكل الاجنيحة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي لانها ما تتكلش الا سخنة مش هينفع نركينها لكن طاجن البطاطس او صنية البطاطس هتستنين بكرة في التلاجة وانت الله هنعمل جنبها شوية رز بشعرية ويبقى احلى كلام ودي كمان الوصفة بتاعتنا التانية شايفين حلوة ازاي انا خلاص خلصت شايفين الكريسبي عامل ازاي فيها يعني شكلها كريسبي خالص وطعمها طحفة وان شاء الله جربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات وقدمت بقى معيها السوس الكاتشوب زي ما انتوا شايفين كده وحطت بقى كم طمط مية كده يزبطوا الدنيا وهستنيكوا تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني وكمان تفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن ودي الرز بتاعنا ودي طبقنا كان بالشكل ده انا عندي هنا سوس الجبنة دي مش مستردة يا جماعة انا حطها حطها سوس الجبنة في العلبة بتاعة المستردة بسهل على نفسي يعني ودي طمط مية كده تزبط الدنيا ودي طبقنا النهاردة الرز طعمه حكاية ومفلفل وكل حاجة بس انا ما عرفتش اغرفه معيكو الولاد وقفين مش مستنيين بصراحة والاكلة دي ما تتكلش اللي سخنة هنا بقى عندي البطاطس هنزل عليها كده زي ما بيأكلوها في المطاعم برا عيشتوهم جو جميل واكلة حلوة وكان طعمها حلو جدا ان شاء الله تعملوها وتعجبكو واستنى رأيكو في الكومنتات وما تنسوش اللايك للفيديو والوصفتة النهاردة اللي هي وصفتين في حلة واحدة ومختلفين عن بعض تماما كنت معاكم من قناتي ومطبخي منشزلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته